قصة هذه الآية أن المنتفع بالقرآن الكريم هو الذي فيه صفتان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك لمن خشي يا ربه أتدري من أعظم الناس وأجدرهم وأحراهم أن يدخل في هذه الآية ممن يخشى ربه بعد النبيين والمرسلين قال يا رسول الله وسماني الله تعالى ذكرني باسمي قال لك اقرأ على أبي بن كعب قال نعم فبكى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الآخرة فخمها الله وعظمها في مقابل الدنيا التي حقرها الله سورة القيامة سورة الواقعة القارعة الحاقة الصاخة في حين أنك لا تجد سورة باسم الدنيا إلا سورة واحدة إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من العجب العجاب أن أهل الكفر وتكذيب لهم جلد وصبر على باطله إما جهلا وضلالا أو جحودا وإعراضا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا أي النبي عليه الصلاة والسلام كاد ليضلنا يعتبرون الرجوع عما هم فيه ضلالة ذكر الله تعالى في سورة الكهف الفتن الأربعة فتنة الدين وفتنة الدنيا وفتنة العلم وفتنة السلطة ثم ذكر الله تعالى في أول السورة ما ينجي من الفتن كلها هذه الآية من أعظم الآيات العقلية التي تدل على الربوبية والألوهية لأن وجود المخلوق دليل على وجود الخالق والمصنوع على وجود الصانع والحدث على وجود المحدث الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فذكر الله عن هؤلاء الأنبياء أنه كانت لهم دعوات فاستجاب الله تعالى لهم فما سر هذه الاستجابة شكرا til السورة اشتركوا في القناة